بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قناة المهندس هيسا بنبيل النهاردة الموضوع بتاعنا انا شايفه موضوع يعني مهم جدا جدا لاي حد عايز يركب مكيف وبيجي المقاول او بيجي الصناعي يركب له مواسير نحاس ما بيسألش على نوعها يقول له ده نوع كويس نوع امريكي نوع كوري نوع نوع طب لازم اعرف ايه هو افضل انواع نحاس المكيفات احنا هناخدها بالترتيب وقول لكم ايه هو افضل نوع طبعا اول نوع عندنا الامريكي الامريكي يعتبر اختيار موفق بستخدمه طبعا في تمديدات المكيفات الميزة برضو في الامريكي اللي هو بيتصنع في اماكن بتوفر زي اجواء مناسبة لتصنيعه لانه بتصنع بكم كبير فبالتالي بحفظه على مميزاته وبيكون سهل جدا اللي هو العميل يوصله ده بالنسبة للامريكي النوع التاني مواسير النحاس الكوري مواسير النحاس الكوري دي طبعا هي في الاوينة الاخيرة ظهرت في شرق اسيا بكميات كبيرة طبعا برضو بتستخدم في المكيفات اللي سبلت الميزة في النحاس الكوري اللي سعره مناسب للجميع يعني بيكون سعره قليل شوية والميزة برضو فيه اللي هو بيوفر اقطار كتير يعني تقدر فيه كميات اقطار العديد من الاقطار اللي انت تقدر تحتاجها في عمليات تمديد المكيفات بس برضو الميزة اللي بيقطع الغيار بتاعته بتكون كويسة وسعرها جيد وفي متناول الجميع يعني في السوق طيب خلينا بقى نوصل للنوع رقم ثلاثة اللي هو يعتبر افضل نحاس على الاطلاق اللي هو مواسير النحاس الايطالي يعتبر مواسير النحاس الايطالي من افضل انواع النحاس المكيفات على الاطلاق ليه؟ ليه المواسير الايطالي دي بتستخدم في دول اوروبا وبالتالي بيسق فيها المهندسين جدا والشركات الكتير كتير جدا بتستخدمها طب ايه اللي يخليني انا كشخص عادي اختار مواسير النحاس الايطالي وما تيجي تركب التكيف بتاعك تطلب مواسير نحاس ايطالي اول حاجة مواسير النحاس الايطالي دي صعب اللي هي تتمدد بالحرارة في بعض الاوقات طبعا ببعض درجة حرارة عالية او ما الى ذلك فما بيحصلش خلل في المكيف او في التكيف اثناء عمله فيعتبر يعني من ابحاث اللي انا لقيتها اللي يقولك بش من الصعب لا ده من المستحيل اللي يحصل اي مشكلة في النحاس الايطالي حتى فيما يخص اللي هو التمديد الحراري او التمدد الحراري مواسير النحاس الايطالي مزيتها برضو اللي هي لا توصل الطياري القهربي مواسير النحاس الايطالي لا تتفاعل مع غاز الفريون فكل المواصفات دي تخليك تستخدم مواسير النحاس الايطالي وتكون رقم واحد في السوق برضو في ميزة مهمة جدا اللي هي بيقولك المواسير الغاز او المواسير النحاس الايطالي بتخلي غاز الفريون ياخد حريته بشكل كامل وزي يقولوا ايه بيمشي بكل سهولة وحركته بتمشي بكل سهولة في المواسير فنستنبت من كده ان افضل انواع مواسير النحاس اللي تقدر تستخدمها في المكيفات هي مواسير النحاس الايطالي يوم ما تيجي تركب مكيف سواء داكت سبيلت او سواء باكتج او سواء سبيلت اقول له سمحت انا عايز مواسير نحاس ايطالي فاتمنى ان شاء الله للحلقة تكون وصلت معلومة مهمة جدا للناس المحتارة في تركيب مواسير النحاس من النهاردة ما تحترش مواسير النحاس الايطالي اتمنى من ربنا ان شاء الله كنا انا وفقت في توصيل بعض المعلومات مش في الحلقة دي في الحلقات السابقة برضو وان شاء الله تكونوا استفدتوا وتكون صدقة جريا ان شاء الله لنا ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان اصلكم كل الحلقات بتاعتنا بإذن الرحمن كان معاكم مهندي سايسة بنبيل ويومكم سعيد